أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية العالمية على صعيد التغير المناخي من خلال تسخير الإمكانيات وتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق بمختلف مستوياته من أجل حماية البيئة وضمان استدامة مواردها تحقيقا للأمن المناخي مشيرا إلى أن القطاع البيئي يحظى باهتمام مشهود من قبل الجميع بهدف تعزيز جودة الحياة لحاضر الإنسان ومستقبله ولفت سموه إلى المبادرات التي تطلقها دول المنطقة تعزيزا للعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المناخية منوها بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرة السعودية الخضراء التي أطلقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظه الله مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين الدائم على دعم هذه المبادرات وفق رؤى وتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في نسختها الثانية التي انطلقت اليوم في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية برئاسة مشتركة بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك بالتزامن مع العقاد المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 ونوه سموه بالدور البارز للمملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال مبادراتها المستمرة التي تصب في تحقيق الخير والنماء للمنطقة حيث أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمبادرات التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية والتي تصب في مجال حماية البيئة للحد من تحديات المناخ العالمية لافتا إلى دعم مملكة البحرين لكافة هذه المبادرات بما يسهم في البناء على ما تحقق والوصول إلى الأهداف البيئية المنشودة مشيرا إلى أن مملكة البحرين تواصل تكثيف جهودها من أجل الوصول للحياد الصفري في عام 2060 ويتم العمل على متابعة كل الجهود بعزيمة نحو بلوغها الأهداف التي وضعت من أجلها وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن بالغ تمنيته بالتوفيق للمملكة العربية السعودية بنجاح مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر بما يسهم في الدفع بعجلة التنمية المستدامة ويعود بالخير والازدهار على الجميع ترجمة نانسي قنقر